أهلا أنور أهلا حسام أنور على ما يبدو موضوع اليوم طبعا سيكون سيتركز حول ما يحدث في أشأن سوري وعلى وجه الخصوص في الغوطة الشرقية ضواحي العاصمة السورية دمشق وتطورات ومستجدات ميدانية متلاحقة على ما يبدو حسام أن الهدنة التي دعت إليها الأمم المتحدة قد سقطت بلا حراك أمام تعنت كل أطراف الصراع في سوريا فالدعوة الروسية إلى هدنة مدتها خمس ساعات يوميا فشلت في وقف واحدة من أكثر الحمالات تدميرا في الحرب السورية حيث قال سكان أن الطائرات الحربية لا زالت تستأنف قصف منطقة الغوطة الشرقية بعد فترة هدوء قصيرة وبالنحية أخرى ذكرت مصادر ديبلوماسية أن منظمة حضر الأسلحة الكيميائية قد فتحت تحقيقا في الهجمات وقعت في الآوينة الأخيرة على الغوطة الشرقية لتحديد ما إذا كانت ضخائر بحضورة قد استخدمت هناك متحدث باسم رئاسة التركية إبراهيم كالين أعلن أن 700 مدني من الغوطة الشرقية السورية المحاصرة كانوا من المفترض أن يتوجهوا إلى تركيا لتلقي العلاج وهم يتواجدون حاليا في جنوب العاصمة دمشق وأكدت كذلك ومن ناحية أخرى ذكرت مصادر ديبلوماسية أن منظمة حضر الأسلحة قد بشرت فتح تحقيق فيما إذا كان قد تم استخدام غاز الكلور أم لا حسن يعني هذه المسألة مسألة استخدام الأسلحة الكيميائية أنور في الغوطة الشرقية يعني أثارت الكثير من ردود الفعل وربما اتهامات متبادلة بين أطراف النزاع حتى كذلك نعم حسام سبع سنوات من الحرب التي تضررحها في بلاد الشام استخدمت فيها كل الأسلحة وكل الأسلحة المحضورة دوليا سبع عجاف أهلكت الحرطة والنسل وأتت على ما تبقى من حجر وشجر الغوطة الشرقية الزعماء السياسيون في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا قالوا هذا الشهر إنهم سيؤيدون تحركا عسكريا ضد دمشق إذا توافر دليل على استخدام القوات الحكومية السورية أسلحة كيموية وتلقي موسكو ودمشق باللائمة على المعارضة في انهيار الهدنة قائلتين إن مقاتليها قصفوا طريقا آمنا مخصصا للمدنيين الذين يرغبون في مغادرة المنطقة ونفت المعارضة قيامها بالقصف الذي تحدثت عنه روسيا وسوريا واتهمت جنرال أمريكي كبير موسكو بأنها تقوم بدور كل من مشعل الحريق ورجل الإطفاء ووصف تقاعسها بكبح جماح الأسد بالتقصير منذ بفرنسا لدى الأمم المتحدة فرنسوا دي لايتر دعا إلى إنشاء آلية لتفعيل القرار الأممي رقم 24-01 المتعلق بوقف إطلاق النار في كل سوريا وكذلك تيسير وصول المساعدة الإنسانية إلى هناك يعني أنور للأسف هذا الشد والجذب ما بين أطراف النزاع في الغوطة الشرقية لكن يبقى المتضرر الأبرز الضحية الأبرز يبقى طبعا هم المدنيون ولوفروف يشدد على ضرورة التقييد بالهدنة لإيصال المساعدات الإنسانية ومساعدة المدنيين هناك نعم حسام والمنظمات الإنسانية أنور تدق نقص الخطر بسبب عدم وصول هذه المساعدات وتحذر من تكرار السيناريو حلب في سوريا الأخطر من كل هذا ودك حسام صحر أن منطقة الغوطة الشرقية وهي شريان الحياة في بلاد الشام فكما يعرف الجميع أن دمشق تأكل من الغوطة وأن نهر بردة هو من يزود ما تبقى من الأراضي السورية الغير الخضعة للنزاع بالماء الصالح للشرب فاستعمال أسلحة الكيموية بكثرة وبكتافة في القصف الأخير قد يزيد من تلوث نهر بردة وهو ما سينذر في المستقبل القريب بكارثة إنسانية بجميع المقاييس المصائب لا تأتي فردة في مثل هذه الأزمات أنور يعني طبعا ما يزيد الطين بلا هنا هو هذا الربما نهر بردة كما ذكرت لأنه هو من يعني مورد أو مصدر حيوي والمدنيون هو من يدفع هنا التملي طبعا في كل حرب المدنيون هو من يدفع تمنى تهور القادة وزعماء الميدانيين والأخبار من الغوطة الشرقية لا تصر أبدا طيب ماذا قال وزير الخارجية سيرجي لافروف الروسي وزير الخارجية سيرجي لافروف قال إن موسكو ستضغط لإقرار خطط هدنة يومية مماثلة في القتال مما يسمح بإصال المساعدات للغوطة الشرقية عبر ما تصفه روسيا بالممر الإنساني لكن الأمم المتحدة قالت إنها تجد من المستحيل تقديم المساعدة للمدنيين أو إجلاء الجرحة وقالت إن على جميع الأطراف أن تلتزم بدلا من ذلك بهدنة مدتها ثلاثون يوما طالب بها مجلس الأمن الدولي وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أن حوالي أربعين شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية مستعدة لتوجه إلى الغوطة الشرقية قرب دمشق وقتل أزيد من ستمائة مدني بينهم 147 طفلا في الصراع الذي تشهده الغوطة الشرقية آخر معقل لفصائل المعارضة المسلحة قرب دمشق منذ الثامن عشر من فبراير الماضي وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان أنور شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات حول موضوعنا اليوم إن شاء الله نلقاك في مواضيع أخرى